أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكان فإن الله عدو للكافرين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله النبي الأمين سيد الأولين والآخرين وإمام المتقين وخير خلق الله أجمعين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهده إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين لا تزال الآيات أيها الإخوة تترى في ذكر أخبار بني إسرائيل ومضادتهم ومحادتهم لأمر الله سبحانه وتعالى ومن ذلك ما ذكره الله تبارك وتعالى لنا في هذه الآيات التي سمعناها الله سبحانه وتعالى يقول مبينا ما أنعم به عليهم وما تفضل به من إنزال الكتب وإرسال الرسل ولكنهم لم يرفعوا بذلك رأسا وكفروا بأنعم الله ولقد آتينا موسى الكتاب موسى عليه السلام كليم الله وأحد أولي العزم من الرسل كما بينا الله تبارك وتعالى وقد أنذر أنقذ الله به هذه الأمة أمة بني إسرائيل أنقذهم من عذاب فرعون ومن ظلمه واضطهاده ولكنهم لم يفيدوا من ذلك ولم يشكروا نعمة الله تبارك وتعالى ثم بعد موسى عليه السلام مع ما جاءهم به من البينات وما جاءهم به من الآيات المعجزات الباهرات لم يستفيدوا من ذلك شيئاً وأرسل الله سبحانه وتعالى لهم رسلاً بعد موسى قبل أن يجيء عيسى عليه السلام منهم يوشع ومنهم سليمان داود وسليمان وغيرهم أرسلوا إليهم وهذا كله دليل على نعمة الله وفضله ورحمته وحكمته ولكنه في الجانب الآخر دليل على إسيانهم وضلالهم وظلمهم وأنهم لم يستفيدوا من كل هؤلاء وقفينا من بعده بالرسل يعني من بعد موسى عليه السلام وآتينا عيسى بن مريم البينات عيسى عليه السلام ابتعثه الله بالإنجيل والإنجيل هذا جاء مصدقاً لما في التوراة وفيه أحكام خاصة جاء بها عيسى عليه السلام بأمر الله في الإنجيل فيها تخفيفات يرفع عنهم إصرهم ويرفع عنهم بعض الآثار والأغلال التي كانت عليهم بسبب ظلمهم فالله خفف عنهم بشريعة عيسى عليه السلام الإنجيل جاء تابعاً لرسالة موسى عليه السلام في التوراة ولكن فيه أيضاً تخفيف عن بني إسرائيل فلم يرفعوا بذلك رأساً ولم يزدهم ذلك إلا ضلالاً وكفراً عيسى عليه السلام جاء بآيات باهرة جاء بآيات باهرة أولها أنه تكلم في المهد وهو طفل صغير تكلم وهذه آية عظيمة لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ثم بعد ذلك لما نزل عليه الوحي الله سبحانه وتعالى أعطاه آيات معجزات كثيرة يحيي الموت ويبرئ الأكمة والأبرص ويشكل من الطين كهيئة الطير ثم ينفخ فيه فيكون طيراً بإذن الله أشياء لا يمكن أن يصل إليها جهد البشر ولا طبهم ولا علومهم ومع ذلك لم يستفيدوا من ذلك شيئاً وأيدناه بروح القدس أيد الله سبحانه وتعالى عيسى عليه السلام بروح القدس وروح القدس على أرجح الروايات عند علماء التفسير هو جبريل عليه السلام جبريل عليه السلام لأنه هو الذي كان ينزل بوحي الله وكتبه على رسل الله تبارك وتعالى رضي الله صلى الله عليه وسلم روح القدس وهو الذي كان ينزل على النبي عليه الصلاة والسلام بالقرآن فالله أيد عيسى به ولكنهم أيضاً لم يفيدوا من ذلك وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم هذا خطاب لبني إسرائيل الآن وتوبيخ وتقريع لهم كلما جاءكم رسول من عند الله بهذه الآيات وبهذه المعجزات استكبرتم تعاليتم وتجبرتم وظلمتم وخالفتم شرع الله سبحانه وتعالى بل لم يقف ظلمكم ولا طغيانكم ولا كفركم عند حد رفض كلام الله تبارك وتعالى وعدم قبوله بل تجرأتم على قتل أنبياء الله قتلوا عدداً من الأنبياء ذكر بعض العلماء بعلماء التفسير أسماء عدد منهم ولكن هناك فيما رواه ابن مسعود في بعض الروايات التي ذكرها الإمام أحمد رحمه الله أنهم مئات قتلوهم لكن ممن ذكر زكريا وابنه يحيى عليه السلام ويوشى قتلوهم فالذي يصل إلى هذا الحد من الظلم والكفر والفجور أنه يعتدي على أنبياء الله سبحانه وتعالى الذين جاءوا بالهدى فيقتلهم ماذا يرجى منه هل يرجى خير من أمثال هؤلاء ففريقاً كذبتم وفريقاً تقتلون يعني بعضهم كذبتموهم وردتم رسالاتهم ولم تقبلوا الهدي الذي جاءوا به وبعضهم قتلتموهم وهل بعد ذلك ظلم وهل بعد ذلك كفر وهل بعد ذلك فجور لا وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلاً ما يؤمنون هذا قالوه أمام رسالة محمد عليه الصلاة والصلاة قلوبنا غلف يعني مغطاه لا نفقه ولا نفهم ما تقول بل لعنهم الله بكفرهم استحقوا اللعن بهذا هم يفهمون وهم يعلمون وعندهم في كتابهم صفة محمد عليه الصلاة والسلام وعندهم في كتابهم أنه نبي آخر الزمان ويعلمون هذا لكنهم كفروا به فلذلك استحقوا لعنة الله تبارك وتعالى ومع هذا نشير إلى ما أشرنا إليه في الدرس الماضي من إنصاف الله تبارك وتعالى لهم وعدله سبحانه وتعالى وهو الحكم العدل اللطيف الخبير قال فقليلا ما يؤمنون ليسوا جميعا ممن كفر وممن قتل الأنبياء ورد رسالاتهم لا قليلا ما يؤمنون فيهم قلة مؤمنة أنصفها الله سبحانه وتعالى وذكر أنهم آمنوا برسالة الله لكن الكثرة الكافرة كافرة فاجرة مخالفة لأمر الله قال وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ على الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَعَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فلعنة الله على الكافرين الكتاب هذا ما هو كتاب محمد عليه الصلاة والسلام هذا القرآن لما جاء القرآن مع محمد عليه الصلاة والسلام من عند الله مصدق لما معهم يعني موافق لما في كتابهم من صفة هذا النبي وأنه يبعث في آخر الزمان وصفات هذا النبي هي الصفات المتحققة في محمد عليه الصلاة والسلام يعرفون ذلك يقينا وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا في المدينة هذه القبائل اليهود التي كانت موجودة قريضة وبن النظير وغيرهم كانوا يستفتحون يعني يستنصرون ويتفاخرون على المشركين من أهل المدينة على الأوس والخزرج قبل إسلام الأوس والخزرج كانوا يقولون لهم سيبعث نبي في آخر الزمان وسنكون معه وسنقتل من يخالفه كانوا يستفتحون على الذين كفروا يستنصرون عليه فلما جاءهم ما عرفوا به فلما بعث محمد عليه الصلاة والسلام وجاءهم حسدوه وكفروا بما عندهم في كتابهم من صفته عليه الصلاة والسلام ومن أخباره وكانوا من قبل وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فيه أحد رهبانهم أحد أحبارهم اسمه سلام ابن مشكم وهذا العلماء يذكرون هذا السببا لنزول هذه الآية سلام ابن مشكم هذا جاءه بعض الأنصار ممن أسلموا الأنصار ما سموا بذلك إلا بعد إسلامهم وإلا كانوا من الأوس أو من الخزرج قالوا له إنكم كنتم تستنصرون علينا وتذكرون لنا هذا النبي أنه سيكون في آخر الزمان وأنه سيبعث أنكم ستكونون معه فكيف الآن تخالفونه لماذا لا تؤمنون به قالوا ليس هو ليس هذا الذي في كتابنا وليس هذا هو الذي ذكرناه لكم ليس هذا هو الذي ذكرناه لكم هذا حسدا من عندي أنفسهم كفروا به قال فلعنة الله على الكافرين أعوذ بالله يعني هذا غاية المحق وغاية يعني العذاب الأليم أن الله سبحانه وتعالى يعني يحقق عليهم اللعنة ولم يقل هنا فلعنة الله عليهم ولا لعنة الله على اليهود قال لعنة الله على الكافرين وهم أولى بها لأن الحديث هنا الحديث هنا سيق من أجل اليهود لكنه أيضا عم جميع الكافرين كل من كفر برسالة محمد عليه الصلاة والسلام فهو داخل في هذه اللعنة ثم الله سبحانه وتعالى يقول بئس ما اشتروا به أنفسهم خابوا وخسروا أنهم يشترون الدنيا بالآخرة قدموا الآخرة ثمنا ضيعوها ضيعوا آخرتهم واشتروا الدنيا الكاذبة طلبا للمصلحة والرياسة وللزعامة الكاذبة وهم يعلمون أنهم على باطل وأنهم على ضلال بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله أن يكفروا بما أنزل الله بغيا بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده هؤلاء ليسهم من يتحكم في شأن الخلق وليسهم من يقرر من هو الرسول ولا من هو الذي ينزل الكتاب هذا الأمر لله تبارك وتعالى بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده هذه النبوة استفاء واختيار من الله سبحانه وتعالى وهي فضل يهبه لمن يشاء والله سبحانه وتعالى نبه الخلق جميعا ويعني قرع هؤلاء وبين سوء ععمالهم عندما قال تبارك وتعالى أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتابة والحكمة والنبوة وفضلناهم على كثير من من خلقنا تفضيلا هذا كله ربنا تبارك وتعالى أعطاه لإبراهيم وآل إبراهيم فلماذا من هو الذي يأتي الآن ويعترض ويقول لماذا أعطي إبراهيم لماذا أعطي آل إبراهيم هذا من الله سبحانه وتعالى له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين فما الذي يعترض هؤلاء يعترضوا قالوا بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده حسدوا محمد عليه الصلاة والسلام أنه جاء من هذه الأمة أمة العرب ما كانوا يريدونه كانوا يريدون أن يكون هذا النبي منهم وهذا الأمر ليس لهم إنما هذا الأمر لله تبارك وتعالى هو الذي يخلق ما يشاء ويختار فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهم كيف باءوا بغضب على غضب؟ الله سبحانه وتعالى غضب عليهم في مراحل متعددة غضب عليهم لأنهم خالفوا التوراة وغضب عليهم لأنهم عبدوا العجل وغضب عليهم لأنهم كذبوا موسى كفروا بما أنزل إليهم وغضب عليهم لأنهم خالفوا ما في كتابهم من نزول هذا النبي نبي آخر الزمان محمد عليه الصلاة والسلام عندهم خبره في كتابهم وعندهم صفته في كتابهم لكنهم خالفوا ذلك فباءوا بغضب على غضب غضب يتلوه غضب يتلوه غضب كل هذه والعياذ بالله تراكمت عليهم بسبب افترائهم وبهتارهم ومخالفتهم لأمر الله وينتظرهم في القيامة ماذا؟ العذاب المهين والعياذ بالله وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله لا زال الحديث مع هؤلاء القوم المجرمين الضالين وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله هذا الكتاب الذي جاء به محمد عليه الصلاة من عند الله ما جاء به محمد وهناك دلائل كثيرة على أن هذا الكتاب ليس من عند محمد وإنما هو من عند الله مر معنا في الدروس الماضية في بداية السورة أن الله سبحانه وتعالى تحدى الخلق أن يأتوا بمثل هذا القرآن أن يأتوا بسورة من مثله فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله ما استطاعوا هذا شيء والأمر الآخر أن هذا الكتاب الذي لا يستطاع مثله ما في أحد من الخلق ولو اجتمع الخلق كلهم على أن يأتوا بمثله ما استطاعوا قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعضهم هذا من أقوى الأدلة الدليل الآخر ما هو أن هذا النبي محمد عليه الصلاة والسلام وإن كان هو من أهل هذه اللغة التي نزل بها القرآن لكنه لا يقرأ ولا يكتب لا يقرأ ولا يكتب فلو كان يعني قارئا لو كان كاتبا ربما انطلت هذه الحيلة وهذه التهمة على بعض الأغرار المغفلين أن محمدا اخترع هذا الكتاب أو قرأه أخذه عن اليهود أو عن النصارى أو كتبه هو بنفسه الله سبحانه وتعالى يقول وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذن لارتاب المبطلو فهذه كلها دلائل على صدق هذا الكتاب وصدق هذا النبي عليه الصلاة والسلام وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا نحن نؤمن بماذا هذا كلامهم لكنه يخالف الحقيقة قالوا نؤمن بما أنزل علينا يعني في التوراة قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهذا تناقض عجيب إذا كنتم تؤمنون بالتوراة حقا فلتؤمنوا بما يوافق التوراة القرآن هذا لو كنتم تؤمنون بالتوراة حقيقة لآمنتم بالقرآن لأنه موافق لها فأنتم كذبة يعني تكذيبكم للقرآن تكذيبكم لماذا؟ للتوراة يعني تكذيبكم للقرآن تكذيب للتوراة لأنها يعني القرآن يوافق بعض ما جاء في التوراة ومنها قضية القتل كتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص هذه كانت في التوراة وهي موجودة في شريعة محمد عليه الصلاة والسلام وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم هذا القرآن مصدق لما جاء للتوراة الصحيحة ليس للتوراة المحرفة لكن البقايا التي بقيت من التوراة لم تحرف مطابقة لما جاء في القرآن فهي دليل هذا دليل على صدق القرآن قال ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معه الله سبحانه وتعالى يريد أن يقرعهم وأن يبكتهم وأن يذكرهم بماضيهم الأسود وظلمهم وكفرهم وفجورهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين لماذا قتلتم أنبياء الله إذا كنتم أنتم أهل حق وأهل الصدق وأهل اتباع للتوراة لماذا قتلتم أنبياء الله قل فلم تقتلون أنبياء الله إن كنتم مؤمنين أيصل الفجور إلى هذا الحد أن يقتل نبي من أنبياء الله ماذا بعد هذا الفجور من فجور ليس بعده فجور فماذا تتوقع من أمة قتلت أنبياءها ماذا تتوقع منها هل تتوقع منها أن تلتزم بكتابها لا ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون يعني قصة موسى عليه السلام قصة عجيبة منذ أن ابتعثه كلمه الله وابتعثه إلى بني إسرائيل وما حصل ما بينه وبين فرعون وما حصل معه وقومه ومع قومه عندما يعني خاضوا البحر بأمر الله ونجوا ثم بعد ذلك كفرهم ثم بعد ذلك طلبهم من موسى أن يجعل لهم إلها صنما كما لهؤلاء الذين يعبدون الأصنام ثم اتخذوا العجل وقالوا أرنا الله جهره كل هذا آيات تتالى ولكنها تدل على فجورهم وكفرهم الله سبحانه وتعالى يقول ولقد جاءكم موسى بالبينات أجمل في هذا لكن هذا شيء معروف موسى عليه السلام الله سبحانه وتعالى أعطاه آيات كثيرة معجزات في العصى عصى موسى هذه التي يضرب بها المثل عصى موسى التي أبطلت كيد السحرة والتي يعني كشفت كثيرا من الزيف و يده يخرج يده فيذا هي بيضاء للناظرين تضيء وما أعطاه الله سبحانه وتعالى مما أنزله عقوبة على فرعون ومن معه سنى عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات المفصلات وجاءوا إلى موسى ادعوا لنا ربك بما عهد عندك لأن كشفت أن الرجز لنؤمن لك ونرسل معك بني إسرائيل فدعى موسى لكنهم ما استفاد من هذا هذه كلها الآيات يرون هم هؤلاء ليس المقصود هنا قوم فرعون ولكن المقصود هؤلاء بني المقصود المقصود بن إسرائيل هنا هؤلاء يرون هذه الآيات في موسى عليه السلام وفي ما يجري على قوم فرعون وفيما يكشفه الله بدعاء موسى عليه السلام ولا يؤمنون ولقد جاءكم موسى بالبينات يعني لكثرتها لا سبيل إلى تعدادها كثير هذه الآيات ثم ماذا بعد ذلك أن جاهم الله سبحانه وتعالى من فرعون لا بقوتهم ولا بكثرة عددهم ولا بعددهم وعتادهم ولا بشيء أن جاهم الله سبحانه وتعالى قال كلا إن معي ربي سيهدي فأوحينا إليه أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم وأزلفنا ثم الآخرين وأنجينا موسى ومن معه أجمعين ثم أغرقنا بعد الباقين هذا هم يرون وأنتم تنظرون الله سبحانه وتعالى يقول أهلك عدوهم يقول وأنتم تنظرون فيها شفاء لصدورهم من الغيظ والغل مما حصل لهم من فرعون وقومه ومع ذلك ما إن يخرجوا من هذا الأمر حتى يطلبون من موسى أن يجعل لهم صنماً يعبدونه أن يعبدوا العجل عندما ذهب موسى يعني لكلام ربه سبحانه وتعالى ولتلقي أوامره هذا كله الله سبحانه وتعالى ولقد جاءكم موسى بالبينات يعني هذا ليس غريباً عليكم ليس غريباً عليكم أن ترفضوا رسالة محمد أنتم رسالة موسى والآيات التي أنزلت عليه هذه كلها واحدة منها تكفي للإيمان بالله سبحانه وتعالى وتصديق هذا الرسول والالتزام بما جاء به ولكنكم لم تفعلوا لم يحصل ذلك منكم فكيف يتوقع منكم أنكم تؤمنون برسالة محمد يعني ردهم لرسالة محمد عليه الصلاة والسلام أمر ليس بمستغرب عليهم ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون هل هذه أمة أن جاءها الله سبحانه وتعالى من عدوها ويعرفون أن نجاتهم إنما كانت بسبب رسالة موسى عليه السلام وبفضل الله سبحانه وتعالى ثم يعبدون العجل قالوا هذا إلهكم وإله موسى كفروا بالله سبحانه وتعالى خرجوا من كيف يتوقع من هؤلاء أن يؤمنوا برسالة محمد عليه الصلاة والسلام هذا فيه تطمين لمن للرسول عليه الصلاة والسلام ولأمته لا تقلق هؤلاء لا يتوقع منهم أكثر هذا يعني لا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور الميثاق هذا كما قلنا في دروس مضت أخذه الله على بني إسرائيل مرات أخذه عليهم كما أخذه على بقية البشر وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألستم ربكم؟ قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافل وأخذ عليهم ميثاقا خاصا أن يؤمنوا أن يؤمنوا بالله سبحانه وتعالى وإلتزموا بشرعه وأخذ الله الميثاق على النبيين أيضا جميعا أنه إن بعث نبي يعني بعدهم أو بعث محمد عليه الصلاة والسلام أنهم يؤمنون به وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكم ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرن قال أقررتم واخذتم على ذلك مصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين ورفعنا فوقكم الطور بعد كل هذه المخازي التي حصلت منهم وعبادة العجل وأكونهم طلبوا أن الله سبحانهم يرون الله فأخذتهم الصاعقة فماتوا جميعا ثم الله أحياهم تفضلا منه الله سبحانه وتعالى أراد أن يخوفهم هذه أمة لا ترتدع ولا ترعوي ولا تؤمن رفع فوقهم الجبل الطور حتى ينظروا إليك الظلة فوقه فوق رؤوسهم حتى يستكينوا من باب التهديد والتخويف يعني هذا الجبل مرتفع قد يسقط عليهم في أي لحظة فيهلكهم جميعا ولكنهم ما استجابوا ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة ما جاءكم به رسولكم عليه الصلاة والسلام موسى خذوه بقوة يعني بعزيمة وبصدق قالوا سمعنا وعصينا وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة هذا سمع قالوا سمعنا بآذانهم قالوا وعصينا يعني بقلوبهم ما استفادوا شيئا كأنهم لم يسمعوا العامة إذا أرادوا أن يبينوا عدم استفادة السامع من الكلام الذي يلقى إليه ماذا يقولون يقولون يدخل من أذن ويخرج من الأذن الأخرى ما استفادوا شيئا قالوا سمعنا وعصينا خلفنا ما قبلنا وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ عجل هذا صنعه لهم السامري من ذهب سبكه وصنعه ويعني ربما كما قال بعض المفسرين أنه أجوث فكانت الريح إذا مرت يخرج منه صفير وصوت فظنوا أنه هذا قالوا هذا إلهكم وإلههم أُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ تمكن حب العجل من قلوبهم حتى سيطر عليها وحتى جعلهم يكفرون بالله يقولون هذا إلهكم وإله موسى قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ إِنْ كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ هل هذا إيمان؟ هل هذا التزام بالتوراة؟ هل هذا التزام بما جاء به موسى عليه السلام؟ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ إِنْ كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ لَكِنَّكُمْ لِسْتُمْ بِمُؤْمِنِينَ لأنكم لو كنتم مؤْمِنين لما خالفتم هذا لأن التوراة فيها ذكر خبر محمد عليه الصلاة والسلام وذكر رسالته وذكر وصفه وما تركوه إلا حسد من عند أنفسه قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين هم يقولون الدار الآخرة كما مر معنا في الدرس الماضي قالوا لن ندخل النار إلا أياما معدودة أيام قليلة وسنقول من أهل بعد ذلك ندخل الجنة فالله سبحانه وتعالى يقول قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس لكان هذا الكلام تقولونه هم إذا كنتم صادقين في ذلك فلماذا لا تقبلون على الله سبحانه وتعالى أسرعوا إلى هذه الدار التي أعدت لكم تمنوا الموت إن كنتم صادقين هم أطلبوا من الله سبحانه وتعالى أن يعجل بأخذكم حتى تصلوا إلى هذه الدار التي وعدتم بها الجنة ها بعض العلماء يقول لا هذه فيها المباهلة المباهلة أيمان ودعاء على الطائفة الظالمة الكافرة فريقان يعني تجري بينهم المباهلة كل منهما يقسم بهذه الأيمان أن الظالم وأن الكاذب أن الله سبحانه وتعالى يهلكه ولا يقدم على هذا إلا من كان واثقا من نفسه ولذلك عندما جاء النصارى النجران إلى النبي عليه الصلاة والسلام وطلبوا المباهلة النبي عليه الصلاة والسلام استعدى للمباهلة ها تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين نقول اللهم أهلك الكاذب يعني مننا أو منكم النبي عليه الصلاة والسلام استعدى لهذا وهم في بادئ الأمر أرادوا أن يباهلوا على صحة دينهم ولكن بعض أحبارهم نهوهم عن ذلك قالوا هذا نبي ولئن باهلتموه لهلكتم فرجعوا عن المباهلة وقال النبي عليه الصلاة والسلام لو باهلوا لامتلأ المسجد عليهم نارا لكنهم خفوا عن المباهلة ورضوا باتباع محمد عليه الصلاة والسلام يقول قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس كما تزعمون فتمنوا الموت سارعوا إلى هذه الدار قلوا اللهم أمتنا اللهم عجل بأخذنا حتى نصل إلى هذه الدار إن كنتم صادقين لكنهم لن يفعلوا ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم يعني لن يتمنوا الموت في هذه الحال لماذا؟ لأنهم يعرفون أنهم ما أسلفوا خيرا وما قدموا شيئا يستحقون به رضوان الله إنما أسلفوا الشر والفجور والكفر ومخالفة أمر الله فلذلك لا يريدون أن يسرعوا إلى الدار الآخرة ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليهم بالظالمين يعني الإنسان قد يظهر بعض الأمور التي يدلل بها للناس على صدقه وعلى خيريته وعلى إيمانه لكن ما في القلوب لا يعلمه إلا من؟ إلا علام الغيوب والله عليم بالظالمين لن ينفأكم هذا الكلام أنكم ملتزمون بالتوراة وأنكم لن تتبعوا إلا ما في كتابكم لو اتبعتم ما في كتابكم حقيقة لقبلتم برسالة محمد عليه الصلاة والسلام ولتجدنهم أحرص الناس على حياة هذا تأكيد أنهم لن يتمنوا الموت هم أحرص الخلق على استمرار الحياة ومن الذين أشرفوا حرصهم كحرص المشركين على طول الحياة بل أشد بل أشد المشركون هؤلاء والكفار يرون أن الدنيا هذه هي مساحة الحياة ليس بعدها حياة فلذلك يتمنى كل منهم أن يمتد عمره ليستمتع في هذه الحياة لأنه يرى أنها الموت نهاية هذه الحياة لكن المؤمن يرى أن هذه الحياة دنيا مرحلة طريق إلى الآخرة الحياة الأبدية هي الحياة الآخرة دار الخلود نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتبنا من أهل الجنة الخالدين فيها فلذلك المؤمن يرى الحياة أوسع من هذه الدنيا الفانية الضيقة القليلة وهذا أيضا يطمئن الإنسان المسلم إذا فات عليه شيء في هذه الدنيا لأنه يرى أنه سيلقاه في الدار الآخرة دار الجزاء دار العدل سيلقى هذا الأمر حتى وإن لم يحصل ما أراد أو ظلم في هذه الدنيا لكن الإنصاف ينتظره في الدار الآخرة ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة تمنيها هل هذا ممكن أن يعمر ألف سنة؟ لا لكن لو عمر ألف سنة مصيره ماذا؟ أنه يموت مصيره أنه يموت إنك ميت وإنهم ميتون كتب الله الفناء على كل الخلق لو يعمر ألف سنة وما هو مزحزحي من العذاب أن يعمر لو عمروا ألف سنة أو أكثر لن يتغير من العذاب الذي توعدهم الله به شيء لأنهم كفروا بالله إلا من آمن إلا من كتب له الإيمان قبل أن يموت وما هو بمزحزحي من العذاب أن يعمروا الله بصير بما يعملوا لا يخفى على الله شيء من أعمالهم ثم الله سبحانه وتعالى ذكر أمرا هنا يعني ختاما لهذه الآيات فيه بيان يعني خزي من أعظم ما قدموه وما وقعوا فيه ما هو هذا الخزي عداوتهم لجبريل عليه السلام جبريل أمين الله على وحيه على وحيه وجبريل هذا الواسط بين الله وبين رسله وأنبيائه هؤلاء يعادون يعادون يقولون هذا جبريل رسول الحرب والمصائب من هو صديقهم قالوا ميكائيل هذا الذي يأتي بالمطر والقطر والإنبات والخير والقصب هذا هو أصدره لكنهم يعادون جبريل عبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه هذا من أكبر أحبار اليهود كما ذكرنا في دروس مضت أسلم وكان مع النبي عليه الصلاة والسلام وكان يكشف للنبي عليه الصلاة والسلام كثيرا من سوآتها أولاء اليهود ومن مخازيهم ومن تحريفهم لكتابهم سأل عبد الله بن سلام النبي عليه الصلاة والسلام من يأتيه بالوحي قال عليه الصلاة والسلام جبريل قال هذا عدو اليهود عدو اليهود سبحان الله يعادون من ائتمنه الله على وحيه من ائتمنه الله على إيصال رسالته لأنبيائه ورسله يعادونه هذا جبريل سيد الملائكة جبريل سيد الملائكة فالملائكة لم يذكر من أسمائهم إلا ثلاثة جبريل وميكائيل وإسرافيل إسرافيل الذي ينفخ في الصور وميكائيل هذا الذي ينزل يعني سوق المطر والإنبات ونحوه وجبريل هو الذي ينزل بالوحي الإلهي على الأنبياء وهو أيضا ينزل بالهلاك كما أهلك قوم لوط وغيرهم فجبريل سيد الملائكة سيد الملائكة وهو روح القدس قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى المسلمين روح القدس جبريل عليه السلام والنبي عليه السلام قال لحسان بن ثابت رضي الله تعالى عنه حسان شاعر النبي عليه السلام يقول له أهجهم يعني أهجه قريشة وروح القدس معك روح القدس جبريل عليه السلام هؤلاء نصبوا العداوة لجبريل عليه السلام وهم لا يقفون لحظة من ما أعطاه الله لجبريل من القوة جبريل رفع هذه القرية قارية قوم لوط كما يقال على جناحه ها ثم بعد ذلك قلبه هؤلاء ماذا يصنعون يعني يعادون جبريل لماذا فالله سبحانه وتعالى يقول من كان عدوا لله وملائكته قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله جبريل ما اجتهد ولجأ بشيء من عنده لكن بإذن الله الله الذي أمره مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمسلمين هذا الكتاب القرآن مصدق للكتب السابقة التي أنزلها الله تبارك وتعالى وفيه الهدى وفيه البشرى للمؤمنين لمن التزم بشرع الله سبحانه وتعالى واستقام على أمره بشره الله سبحانه وتعالى بالنعيم المقيم في الآخرة وبالنصر المبين في الدنيا ولقد قال من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكالا فإن الله عدو للكافرين هذا فيه ذكر لعدد من أركان الإيمان من كان عدوا لله إيمان بالله هذا الركن الأول والأعظم وملائكته وملائكته الإيمان بالملائكة هذا ركن من أركان الإيمان ورسله الإيمان بالرسل أيضا ركن من أركان الإيمان لكن الله سبحانه وتعالى أعاد ذكر جبريل وميكائيل بعد ذلك الملائكة عندما قال الله تبارك وتعالى من كان عدوا لله وملائكته ملائكة لفظ جمع هذا مضاف للضمير هذا يدل على العموم مضاف إلى الخالق سبحانه وتعالى ملائكته كل ملائكته من كان عدوا لهم فإنه متوعد بالعذاب وهو من الكافرين لكن لماذا بعد ذلك جاء بجبريل وميكائيل من كان عدوا لله وملائكته وكتبه ورسله وجبريل وميكال جبريل وميكال أليسوا من الملائكة بلى هم من الملائكة لكن كما يقول العلماء البلاغة ذكر الخاص بعد العام دليل على مزيد من العناية والاهتمام مكانة تنويه بمكانة جبريل وميكائيل عليهم السلام ولهم داخلون مع الملائكة لكن إعادة ذكرهم على الخصوص وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين تعادون رسول الله تعادون ملائكة الله الذين يأتمرون بأمره والذين لا يخالفون يسبحون الليل والنهر لا يفترون لا يخالفون لله كلمة ولا يحيدون عن أمره تعادونهم مخالفتهم ومعاداتهم معادة لله تبارك وتعالى لمن أرسلهم من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين يعني ما هي العلاقة بين نهاية الآية وبين العداوة لجبريل وميكال والرسل والأنبياء والكتب هذه يفهم منها أن معادات رسل الله ومعادات ملائكة الله كفر لأن الله توعد الكافرين هنا أين ما مر ذكر الكافرين لكن هذا دليل على أن هذه المعادة من كان عدوا لله وملائكته وكتبه ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين ما قال فإن الله عدو له قال عدو للكافرين يعني أن هذا العمل الذي قاموا به كفر وهو موجب لعداوة الله تبارك وتعالى لهؤلاء القوم الذين سلكوا هذا السلوك ونهجوا هذا المنهج وهذا الحقيقة يعني ربنا يدلنا أيضا على يعني سعة حلم الله تبارك وتعالى وإلا هو القادر على أن يهلكهم بكلمة أو يبعث عليهم عذابا أو كذا لكن كل هذه الفضائع وكل هذه المخازي المتكررة كل هذه واحدة منها تكفي لهلاكهم تكفي لأن يحل بهم عذاب الله سبحانه وتعالى ولكن الله سبحانه وتعالى ما أحلمه على من عصاه وما أقربه لمن دعاه اللهم يعني أدخلنا في حلمك يا رب العالمين ولا تؤاخذنا بسوء أعمالنا ولا بما فعل السفهاء منا واجعلنا يا ربنا ممن يسرع إلى مرضاتك وإلى تطبيق شرعك وإلى الرضا بما يأتينا من عندك ونسألك يا الله أن تنصر الإسلام والمسلمين وأن تخذل الكفرة وأعداء الملة والدين يا ربنا رحمتك وعونك وعفوك وفضلك لعبادك المسلمين المتهدين في كل مكان وفي فلسطين إنك على كل شيء قدير وصلى الله على نبينا محمد